نرجع تاني لمبارات كوريا كوريا عندها منتخم محترم معظمه لعبين بيلعبوا في كوريا الجنوبية وفي اليابان جنبهم وعندهم طبعا نسون هندف الدول الإنجليزي مع محمد صلاح السنادي لعب توتنهام عندهم لعبين كويسين لعبين عندهم مهارات وشرعة كعادة الفرق الأسيوية بس المهم نبقى احنا جاهزين نغمض عينينا بقى على كل اللي بيحصل ده نسد ودن على كل اللي بيتقال ما نفكرش في المباراة المضايرة اللي حصل واللي حصل فيها خلاص خلست احنا لن نتحمل أي شكل سيء تاني مش هنتحمل شخاطر بلدنا شخاطر منتخب بلدنا نبقى مركزين وحبين التيشرت اللي احنا لابسينه ما تفكروش أبدا كلعبين انه كابتن لعب جلال غالبا مش هيكمل فانا مش محتاجة أثبت نفسي يعني مش بحتاجة أوريره نفسي يعني ان انا لعيب جامد مش محتاجة ألعب مباراة كبيرة جدا ما هو يعني حتى لو ما لعبتش مباراة كبيرة إلا هيحصل لي ما أنا هخش مع المدرب اللي جاي في المنتخب لا اوعى تحسبها كده اوعى تحسبها كده وركز وخد بالك انه بتلعب بتشيرت منتخب مصر وحط نفسك مكان مشجع مش اللاعب اللي في أرض الملعب انت كمشجع هتقبل انه في لعب في منتخب مصر يلعب بقيلة اهتمام او بقيلة تركيز انت هتقبل بدا مش هتقبل فتعامل ان انت راجل بقى مصر في أرض الملعب مش ان انت لاعب هتحط في خطة عاملة ازاي من اللي هيدربك كل ده متحطوش في اعتبارك اللي في اعتبارك بس انك بتمثل بلدك وتلعب مباراة محترمة بإذن الله هو اتحاد الكرة صحيح حتى هذه اللحظة حسب التضارب اللي حصل في التصريحات مبارح بين رئيس المجلس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء بس المعلومة انه اتحاد الكرة فعلا بيفاوض البلجيكي بردوم المدرب البلجيكي مشيل بردوم عشان يضر منتخب مصر خلفا لكابتن اهاب جلال وفي حال التحقيق كابتن اهاب جلال الفوز على كوريا الجنوبية هيستمر مع المنتخب وهيتم التفاوض مع بردوم لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلفا لفينجادا يعني لو كسب هيبقى الراجل جاي مدير فني لاتحاد الكرة خسر بكلام مع كابتن اهاب جلال هيجي الراجل يبقى مدير فني للمنتخب المصري طيب ترجمة نانسي قنقر